موسيقى أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز كل عام وحضراتكم بخير نقدم لحضراتكم جولتنا الإخبارية اليومية وفيما يلي أهم العنوين موسيقى قداسة البابة ودروث الثاني يرأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم بالكاتد رأية المرقوسية بالعباسية موسيقى الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية موسيقى إلى تفاصيل الأنباء ونبدأ بجولة من أخبار الكنيسة حيث تحتفل الكنيسة الأرثوزوكسية مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد بجميع كنائس مصر حيث يرأس قداسة البابة ودروث الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقوسية صلاة قداس العيد بالكاتد رأية المرقوسية بالعباسية لأول مرة بعد تنصيبه في الثامن عشر من نوفمبر الماضي وذلك على رأس لفيف من الأساقف والكهنة ويحضر الاحتفال مندوب عن رئيس الجمهورية وعدد كبير من القيادات السياسية والحزبية والوزراء ورموز المجتمع وفي سياق متصل بعث الرئيس مرسي برقية تهنئة إلى قداسة البابة ودروث الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعرب فيها عن أصدق تهنيه وأطيب تمنياته له ولجميع الأقباط بالصحة ولوطننا مصر بدوام العزة والتقدم ومن جانبه بعث الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى قداسة البابة معربا فيها عن خالص تهنيه القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبعث أيضا الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين برقية تهنئة لقداسة البابة بمناسبة عيد الميلاد داعين الله أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع ومن ناحية أخرى أكد قداسة البابة ودروث الثاني أن مواد الدستور المصري لم تأخذ ما تستحقه من مناقشات مجتمعية للوصول إلى اتفاق كامل حولها مشيرا إلى بعض المواد التي كانت تسبب إشكالية عند الأقباط وقال البابة خلال حواره في برنامج جملة مفيدة الذي تقدمه الإعلامية مونة الشذلي على قناة NBC مصر قال البابة الدستور هو المخزن الذي نستمد منه كل حياتنا كمجتمع لذلك حينما أضعوا دستورا في بلد لا بد أن أضعه تحت روح الموطنة نحن يجمعنا أننا مصريون ومصر قيمة كبيرة وأشار البابة ودروث إلى أن الكنيسة انسحبت نتيجة لعدم وجود حوار كاف حول مواد الدستور وعلى صعيد المتصل يذاع حوار حصري على شاشة ميسات مع قداسة البابة ودروث غدا في تمام الساعة التاسعة مساء لو سألت حضرتك عن الدستور الذي انسحبت منه الكنيسة هل انسحبت منه لأنه فيه نقطة صودة لا يمكن تجاوزها ولا لأنه المساحة كلها مش بيضاء المساحة كلها فيها شئمات الروح الروح الدستور أبو القوانين وهو المخزن أو المصدر أو النبع اللي هنستمد منه كل حياتنا كمجتمع لو أنا جعلت هذا المصدر ليس نقيا مية في المية مش هنقدم نرتوي منه كلنا وبعدين لما أضع دستور في بلد أضعوا تحت الروح المواطنة وكلمة مواطنة يعني أنا وطن اللي يجمعنا أن احنا مصريين حضرتك صحفي أنا رجل دي نختلف فيه حضرتك إنسانة مسلمة أنا إنسان مسيح ممكن نتنوع في كده حضرتك امرأة أنا رجل كل التنوعات دي قابلة لكن الصفة الوحيدة السخدلات ملد أهلية وأنا ملد أهلية طب دي حاجة مضافة بقى منصورية الحاجة اللي تجمعنا كلنا إن إحنا مصريين ولدنا على هذه الأرض فأنا أحمل جنسية هذه الأرض مصر مصر موجودة في الكتب المقدسة في الأديان مش كده في بلاد تانية مش موجودة خذي بالك من القيمة دي يعني بعظمة أمريكا مش لايها في الكتب المقدسة مش كده برضو فإحنا لنا قيمة صحيح مصر موجودة في القرآن والإنجيل والتوراة آه 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 مصر مصر صحيح آه دي قيمة زي يعني تغضعا كده فإحنا مصريين لما يوضع دستور يوضع بروح مصرية خالصة عقد الرئيس محمد مرسي ظهر اليوم اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وكان الوزراء الجدد في التعديل الوزاري قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي في وقت صابق اليوم ومن المقرر أن يتناول الاجتماع سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وذيادة الصادرات ورفع معدل النمو بما يسمح بإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب إلى جانب سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات من احترم التصورة والقانون من أرعى بصالح الشعب رعاية الكبيرة من محافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيها وعلى صعيد المتصل أجرى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس بالوزراء السابقين الذين شملهم التعديل الحكومي حيث وجه إليهم خالص الشكر والتقدير على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسئولية في الحكومة على مدار الفترة الماضية والتي أدوا فيها عملهم في ظل ظروف صعبة ودقيقة وأعرب قنديل عن تمنياته للوزراء السابقين بالتوفيق والسداد في خدمة مصر في كافة المواقع التي يشغلونها في المستقبل ومن جانبه قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الوزراء الجدد تم اختيارهم طبقا لكفاءاتهم وليس طبقا لانتماءاتهم الحزبية أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن هناك ثوابتا وطنية راسخة تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء وأشار السيسي خلال لقائه بشيوخ قبائل سيناء إن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بحقوق أهالي سيناء ولن يدار أحد من أبنائها الشرفاء من جراء تطبيق القانون الخاص بتملك الأراضي في سيناء وجاء اللقاء الذي قام خلاله أبناء سيناء بإهداء السيسي العباءة السينوية تقديرا لدوره في إطار عملية التواصل المستمر وتبادل الرؤى بين المؤسسة العسكرية وأبناء سيناء حول القضايا المختلفة محل اهتمام الجانبين قال المستشار أحمد الزن رئيس نادي القضاء إن الذي يزايد على نادي قضاء مصر يعد كالذي يصطدم بالصخر موضحا أن نضال القضاء بلا استثناء وكفاحهم الوطني سطره سجل الأيام والسنين عبر التاريخ وأوضح الزند أنه لا يستطيع التأثير على القضاء بأي شكل لأنهم جميعا حكماء مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لنادي القضاء هي السلطة العليا المكلفة باتخاذ القرارات المصرية وقال الزند في مقابلة خاصة مع قناة تلفزيونية أمس لست من ابتدعت نضال القضاء وكفاحهم من أجل الوطن والمصلحة العليا للبلاد ولفتا إلى أن ما يجري بشأن مواقف القضاء المعلنة يستهدف الصالح العام والدفع باتجاه التوافق والتوحد إلى أخبار الاقتصاد حيث أنهت البرصة تعاملات اليوم على تراجع طفيف ليخسر رأس مالها السوقي نحو 538 مليون جنيه مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين وعلى صعيد المؤشرات القياسية تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1 من المئة في المئة فيما انخفض مؤشر EGX20 محدد الأوزان بنسبة 10 من المئة في المئة بينما صعيد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1 من المئة في المئة وتراجع EGX100 الأوزان نطاقا بنسبة 7 من المئة في المئة وإلى الشأن السوري حيث ألقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم خطابا تحدث فيه عن رؤيته لحل الأزمة السورية والتي تستند إلى وقف العمليات العسكرية وإجراء حوار شامل يضم كافة الأطياف السياسية ودع الأسد في خطابه إلى تشكيل حكومة موسعة تشمل كافة الطوائف مضيفا أن أية مبادرة من الخارج لحل الأزمة يجب أن تستند إلى مصلحة السوريين وقال الرئيس السوري إن الإرهابيين في سوريا ينتهجون فكرة القاعدة في القتل والتعذيب مضيفا أن أية مرحلة انتقالية لخروج البلاد من الأزمة يجب أن تتم عبر الوسائل الدستورية وأشار الأسد إلى أن سوريا الآن أمام حالة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى والصراع الآن ليس صراعا بين فريقين على السلطة بل بين الوطن وأعدائه فقط يتعامى عن هذه الحقائق فهو إما جاهل بالوقائع أو متخاذل يقدم الوطن والمواطن لقمة سائغة للمجرمين ومن يقف خلفهم يبيع شعبه ودماء شهدائه بالمجان وهذا ما لن نسمح به البعض يتحدث عن الحل السياسي فقط والبعض يتحدث عن مكافحة الإرهاب فقط هذا الكلام غير دقيق الحل يجب أن يكون حل شامل وفيه محاور فيه السياسي وفيه مكافحة الإرهاب وفيه محور ثالث مهم جدا هو الحل الاجتماعي لا أحد يتحدث عن الحل الاجتماعي الحقيقة لدينا نماذج في حمص ودرعة تحديدا تحسن الوضع بشكل كبير بسبب هذا الحل الحل الاجتماعي أشخاص وطنيون يمتلكون حس وطني انتماء وطني أخلاق قاموا بمبادرات ما بين الدولة وبعض المغرر بهم من المسلحين من الإرهابيين فأعطت نتائج هامة جدا على الواقع هؤلاء الأشخاص لا ينتمون لأحزاب ليس لديهم أي برنامج سياسي كما قلت ليس لديهم سوى الانتماء الوطني ميدانيا أفادت مصادر عسكرية أردنية بانشقاق مئتين عسكري عن الجيش النظامي الأيام الثلاثة الماضية ودخولهم المملكة عبر السياج الحدودي بين البلدين ومن ناحية أخرى أعلن المنصق العام لشؤون اللاجئين السوريين بالأردن ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة اليومين الماضيين إلى 2680 لاجئا نتيجة تزايد أعمال القصف والعنف في سوريا وفي سياق متصل ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 28 شخصا بنيران قوات الأمن اليوم بأنحاء متفرقة من البلاد وإلى السودان حيث عقد رئيسا دولتي السودان والجنوب محاجثات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديسة بابا في محاولة لتقليل حدة التوتر بين البلدين وأكد الوسيط الأفريقي بين الخرطوم وجوبا اليوم أن لقاء الرئيسين شمل اتفاقا مبدئيا حول ترسيم الحدود بين الدولتين وإقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود المتنازع عليها في أقرب وقت والاتفاق على حل لقضية أبي المتنازع عليها ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات الأسبوع المقبل من أجل الوصول إلى تسوية لباقي القضايا المعلقة بين البلدين ومنها تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا خاصة ما تعلق منها بالنفط قرر النواب الفنزويليون إعادة انتخاب ديوسيدادو كابيلو الذي يعتبر حليفا وثيقا للرئيس تشافيز لرئاسة الجمعية الوطنية في خطوة لإعلانه رئيسا انتقاليا للبلاد حال عدم تمكن تشافيز من ممارسة مهامه إثر خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني وفي حال تنح تشافيز فسيتولى كابيلو إدارة البلاد بوصفه رئيسا للجمعية الوطنية على أن يتم تنظيم انتخابات جديدة في غضون شهر وكان كابيلو قد حذر من قبل القوى المعارضة من محاولة استخدام الجمعية الوطنية للتآمر ضد الشعب جدير بالذكر أن الرئيس الفنزولي لم يظهر علنا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأفاد مسؤولون أن حالة تشافيز حارجة للغاية إثر إصابته بمضاعفات في أعقاب العملية الجراحية الأخيرة التي أجريت له في كوبا رياضيا يؤدي الفريق الكروي للنادي الأهلي تدريباته اليوم وغدا على فترتين وذلك لرفع كافاءة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي الجمعة المقبل ومن ناحية أخرى أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لجميع الاتحادات الرياضية للمطالبة بإيقاف النشاط الرياضي في الأول من فبراير وتأجيل المباريات استنادا إلى قرار مجلس إدارة النادي الذي اعتبر الأول من فبراير من كل عام يوما للشهداء وكانت المسابقات المحلية لكرة القدم قد توقفت منذ أحداث بورسعيد التي تواكب الأول من فبراير والتي أدت إلى إلغاء مسابقات الدوري وتأجيل انطلاق الموسم الجديد عدة مرات لعدم موافقة الأمن مشاهدين قدمنا لكم جولتنا الإخبارية اليومية كل عام وحضراتكم بخير ونلقاكم بخير اشتركوا في القناة